موسيقى ومقاولة ادرامل احنا كنا نلنا مطالب شرعية قدمناها وقدمناها وقدمناها اسمها بيستدارة ورحسين زكريا طبعاً ما خداش اي نتيجة معها فوصلنا على الوزارة قابلنا الساعد الوسير فقالنا نتركوش اي حقوق من حقوق اللي انتم كنت تتكلموك بها دي فاحنا عملنا فاكسات ان احنا نمي اضراب لبواحد اربعة وبعدنا ان احنا نبهنا الناس قابليها كان قابليها باسبوع ان احنا نعمي اضراب لبواحد اربعة فيوم واحد وثلاثين بالليل جالنا خبر ان الوزير مكانش يرا في اي حاجة عن الكلام اللي احنا بنتكلم عنه واحنا جماعة قدونا مهلة 48 ساعة ان احنا نبص ايه المطالب اللي انتم عايزان استنينا 48 ساعة ما فيش اي حاجة اتنفسك فتم الاضراب يعني في الشرحة حدريك هابدعو في الجرار المية بتبقى نازل علينا من قلب الجرار السيف الشمس وحرارة المكنة كل ده بقى جاي نازل احنا كنا طالبين بس يعني ما طالبش احنا حضرتك لحد دلوقتي بيتحسب بالقرش لحد دلوقتي بيتحسب بالقرش السواب ياخد على كيلو 11 قرش انا كمساعد باخد خمس ساعة ونصف فاحنا كلما نطالب ان هو ما يبقاش بسا جليه ولا اتنين جليه احنا نطالب ان هو ربع جنيه اقل فئة متدولة في الدولة اللي هو ربع جديد سوق سيانة الجرارات يعني الجرارات والسكة والمنافذ اللي هي المزدقانات وسوق ادارتها واحنا بنحاول نرفع من قدرتها احنا بننبه لرفع من قدرتها حرصا على ارواح واموال الشعب المصري لان كلنا وقفنا وقفنا خوفا على اروح المواطنين اللي قد يعلم جميع مواطنين مصري والعالم الخارجي بالكوالس التي حدست بالهيئة في اسلوب اكثر من خمسين تفل وفي البطرشين بعضوا على العشرات من قوات الونادين ارفع كل رياض النص ارفع كل رياض النص ارفع كل رياض النص الوحن ملات حرر مص الوحن ملات حرر مص هما كانوا عاديين هما اضطح بك على ما عايزين يموضوب على ورق ان هما يشتغلوا تبع الحربية بحس لما يكون فيه اي اضراب لما يكون فيه اي اضراب لما يكون فيه اي اضراب اللي يستويين الناس اللي هي مكلفة اللي بعتلاقوا امر تكليف دول ومضيين على ورق هيتلوع غزبوا عنهم اشتغلوا لو انت بستغلتش هيتم عليك التطبيق وضربات وحفظ وجيزة ووقف ومحاكمة عسكرية طبعا فطبع الناس اللي هو دي رفضت رفضت انها تمدق على حاجة زي كده ومرضوش خروجه من دول لما كل حاجاتي تتليفهم وفعلا الحمد لله اتلاغت على مواطنين مدنيين خلصوا الخدمة العسكرية وخلصوا الجيش وخلصوا كل ملكم بتاعهم بعد كده الحمد لله زمانينا كلهم تلعوا وتلغى الخرار اللي هو بتاع التكليف دول وفي لجنة لاعادة هيكلة الهجور في السكة الحديد كلها وهتحدد ايه يستحق ياخدول ما استحقش من ياخدش ان شاء الله تبدأ من بكرة انتهي في واحد ستة الصرف الهجور اللي هي الجديدة المفروض من واحد سبع بس الادرب مشروع مشروع الادرب مشروع مشروع دد الفقر ودد الجوع دد الفقر ودد الجوع احنا في دولة مشموع اسكر احنا في دولة مشموع اسكر يسكت يسكت حقم العسكر يسكت يسكت حقم العسكر واسمع يا وزير الحربية انت بتحني في الحرامية انت بتحديد الحرمية اسمع يا وزير الحرمية